ما سوف نفكر به الآن هو أنه إذا أعطي لنا مثلث ما وهنا لدينا المثلث ABC فما هي متوسطات هذا المثلث وما هو شكل العلاقة بينها وهل يوجد لهم بعض الخصائص المميزة وربما تتوقع أنه يوجد بالتالي المتوسط هو إذا بدأنا بأحد الرؤوس فلنبدأ بهذا الرأس هنا ثم نشتر الأضلاع المقابلة إلى نصفين بالتالي هذا هنا سوف يكون متوسط وبالتالي بدأ هنا ثم شطر هذا الضلع هنا إلى نصفين إذن الطول من B إلى لنسمي هذه D يساوي الطول من D إلى C الآن لنعمل ذلك لكل الضلع فيمكنني رسم متوسط هنا هكذا ولنسمي هذه النقطة E بالتالي الطول من A إلى E سوف يساوي الطول من E إلى C رغم أنه يبدو غير متوازن ولكنه قريب جدا ثم سنقوم برسم متوسط آخر وبالرغم من أنني لن أثبت ذلك في الفيديو ولكن كل المتوسطات وهذا شيء جيد آخر تعرفه عندما يكون لديك ثلاث خطوط تتقاطع دائما في نقطة واحدة فكل المتوسطات تتقاطع في نقطة واحدة كلها متزامنة كلها تصطدم بنقطة مشتركة في المركز إذن لنرسمها بهذه الطريقة سوف أثبتها في هذا الفيديو بالتالي هذا الطول لنسمي هذه النقطة F بالتالي هذا الطول هنا هذا الطول هنا يساوي ذلك الطول هناك والنقطة التي تتقاطع فيها هذه المتوسطات تسمى النقطة المركزية النقطة المركزية وعندما تبدأ بدراسة الفيزياء إذا حصل ذلك وكان هذا مثلث منتظم وكان عليك أن ترميه فسوف يدور حول المركز هنا ولكننا ندرس الهندسة هنا لنسمي هذا الشيء النقطة المركزية فقد وصلنا حاليا إلى F فلنسميها النقطة المركزية G هنا الآن هذا بحدته رائع بأنه إذا كان لديك نقطة مركزية وكان عليك أن ترميه إذا كان هذا كتلة منتظمة فسوف يدور حول النقطة المركزية ولكن ما هو أروع حول ذلك أنه يمكننا ملاحظة أننا قسمنا هذا المثلث إلى 6 مثلثات صغيرة ما هو رائع حقيقة رغم أن هذه ليست مثلثات متطابقة بالضرورة ولكن لها نفس المساحة وهذا ما سوف نثبته في هذا الفيديو أن هذه المثلثات الستة كلها لها نفس المساحة والآن لكي نبدأ سوف أنظر إلى مثلثين سوف أنظر إلى أزواج مختلفة من المثلثات فلنظر إلى هذان المثلثان هنا فلنظر إلى هذان المثلثان هنا ولكي نبين أن هذان لهما نفس المساحة سوف نقوم باستدعاء مبدأ بسيط فقط تخيل إدارة فقط هذان المثلثان إلى جانبهما فسوف يبدو مثل هذا الشيء سوف يبدو مثل هذا الشيء دعوني أحاول قدر إصطاعتي رسمه حيث هذه ستكون النقطة G سوف أقوم بكتابة الرموز هذه النقطة G هذا هو ذلك الضلع هناك هذه النقطة C وهذه النقطة B وهذا هنا سوف يكون الجزء الثاني من هذا المتوسط هناك فهذه هنا النقطة D ونحن نعلم في الحقيقة لم أرسمه بشكل جميل هنا نعلم أن هذا الطول يساوي هذا الطول هنا وأن هذان المثلثان إذا فكرنا بالمساحة فلهما نفس القاعدة ونعلم أن المساحة area تساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع هما بالتأكيد لهما نفس القاعدة فماذا عن ارتفاعاتهما هل سيكون لهما أيضا نفس الارتفاع كل من ارتفاعهما هو تماما بهذا الطول كلاهما له نفس الارتفاع وبالتالي كلاهما له نفس القاعدة وكلهما له نفس الطول في هذا المثلث المنفرج هنا الارتفاع يقع خارجه فربما يبدو هذا في الداخل قليلا مثلث منفرج مثل هذا أقول منفرج لأن هذه أكبر من 90 درجة فإن العلو أو الارتفاع في الحقيقة سوف يقع خارج المثلث وهذا عادي كلاهذا المثلثان له نفس القاعدة ونفس الارتفاع بالتالي لهما نفس المساحة فإذا كانت مساحة هذا هنا X فهذا هنا ستكون مساحته X أيضا ويمكنك استخدام نفس المنطق لتقول حسنا لاحظ هذا الشيء وهذا الشيء لهما نفس القاعدة وكلاهما له نفس الارتفاع فإذا كان هذا المثلث هنا مساحته Y بالتالي هذا المثلث هنا سوف تكون مساحته أيضا Y سوف يكون لهما نفس المساحة ثم أخيرا يمكننا عمل نفس الشيء لهذا الشيء بالأعلى هنا كلاهما له نفس القاعدة حيث أن BF يساوي FA ولهما نفس الارتفاع سوف نسقط ارتفاع من هنا بالتالي إذا سمينا هذه المساحة هنا Z يمكن أن تسمي أيضا تلك المساحة Z إذا بينا لحد الآن أننا نستطيع تقسيم هذا إلى ثلاثة أزواج من المثلثات لها نفس المساحة وكأننا سوف نبين الآن أن كلها لها نفس المساحة ولعمل ذلك يمكن أن نستدعي نفس هذا المبدأ ولكننا سوف نطبقه مع مجموعة مختلفة من المثلثات الآن دعونا ننظر إلى المثلث دعونا ننظر إلى المثلث بي اي اي ننظر إلى المثلث بي اي اي المثلث بي اي اي إذا مساحة المثلث بي اي اي مساحة بي اي اي سوف تساوي ي اي اي اه سوف تساوي ودعونا ننظر إلى مساحة المثلث بي اي سي اها بي اي سي هناك اه ها هذه ستكون هذا المثلث هنا سوف يكون اكس زائد اكس زائد واي بيتالي مساحة بي اي سي سوف تكون X زائد X زائد Y من خلال نفس المبدأ كلاهما له نفس القاعدة وكلاهما له نفس الطول فيمكننا إسقاط ارتفاع هكذا هذا منفرج بالتالي الارتفاع يقع خارجه لكن لهما نفس الارتفاع بالتالي هتان المساحتان متساويتان بالتالي لديك Z دعوني أجمعهما الآن لديك 2Z زائد Y وهذا سوف يساوي 2X زائد Y 2X زائد Y أطرح Y من الطرفين نحصل على 2Z تساوي 2X اقسم الطرفين على 2 تحصل على Z تساوي X بالتالي يمكن أن نقول نستطيع أن نكتب X هنا وX هناك بالتالي نعلم أن كل هذه المثلثات لها نفس المساحة لكن علينا أن نشعر بالشك حول هذه ال-Y هنا ولعمل ذلك علينا فقط أن نغير الطريقة التي ننظر بها إليها الآن أنظر إلى المثلث ADC دعوني أعمل هذا بلون مختلف المثلث ADC وهو الذي أقوم بتقطيته هنا المثلث ADC الذي مساحته إذن مساحة المثلث ADC سوف تكون 2Y زائد X تساوي 2Y زائد X ثم أنظر إلى المثلث أي من الأولوان لم أستخدم بعد دعوني أستخدم هذا الأخضر المثلث ADC مساحة المثلث ADC سوف تساوي حسناً يمكنكم أن تقول أنها 2Z زائد X ولكننا نعلم أن Z تساوي X في الحقيقة هي فقط X زائد X زائد X في الحقيقة ADC يساوي 3X ولدينا نفس الفكرة هنا ADB له هذه القاعدة وهي نفس قاعدة ADC وكلهما له نفس الارتفاع فيمكن أن نسقط ارتفاع هكذا يمكن أن نسقط ارتفاع هكذا لهما نفس الارتفاع نستدري هذا المبدأ في كل المدات فهذه الأشياء يجب أن تساوي بعضها البعض لدينا 2Y زائد X يساوي وتساوي 3X نطرح X من الطرفين نحصل على 2Y تساوي 2X أو أن Y تساوي X فهذه نتيجة رائعة يمكن أذهب من كل من رؤوس المثلث إلى الأضلاع المتقابلة وتشتر أضلاع المقابل إلى نصفين وتعملها ثلاث مرات فتحصل على ثلاث متوسطات هذه الخطوط تسمى متوسطات حيث نقطة تقاطعها هي النقطة المركزية وما هو رائع هنا هو أنها قسمت المثلث إلى 6 مثلثات صغيرة لها نفس المساحة وانتهينا ترجمة نانسي قنقر